زي ما واضح لحضراتكم في عنوان الفيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نشحن او نعمل اداع في منصة عن طريق هنتعلم ازاي نعمل اداع وازاي نعمل سحب كمان. وما تنساش ان في فيديو النهاردة في مسابقة عاملها منصة باربعين دولار. اربعين دولار تقدر تحصل عليهم لو انت عملت عمليات بي تو بي من اللي احنا ان شاء الله هنشرح لك طريقة عملها النهاردة. فشيء مهم جدا ان حضرتك تتعلم ازاي تعمل اداع وسحب من منصة عن طريق او عن طريق اي خاصية موجودة في بلدك. انا في الفيديو ده هشرح لكم خاصية السحب والاداع عن طريق وهتلاقي في وصف الفيديو طريقة السحب والاداع في عن طريق واشرت في الفيديو سواء الفيديو ده او الفيديو اللي في الوصف لو انت من اي دولة ازاي تقدر تتعامل مع خاصية وتعمل اداع وتسحب من منصة وما فيش اقمن من انك تتعامل عن طريق خاصية هي اللي بتضمن الامر ده. يعني هي اللي بتحمي العملية دي سواء بتشتري سواء بتبيع. فالموضوع هنا بيكون امان تماما. مفيش في اي نوع من انواع الالأ. فشيء مهم جدا انك تتعلم حاجة زي كده. لو انت عايز تخش مجال التداول وتقدر تعمل شحن في حسابك على منصة بدون اي مشكلة. كمان لو انت استخدمت منصة لسحب الاموال من المواقع اللي احنا بنشرحها على القناة. تعرف ازاي تستلم الفلوس دي في ايدك. فعشان ما اطولش عليكم ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصل لك اشعارات بكل الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله والمسابقات اللي احنا بنعملها. فلو انت اول مرة بتتفرج عليها صدقني هتستفاد جدا ان شاء الله من اشتراكك في القناة. وبالمناسبة قبل ما ادخل في الفيديو هتلاقى عندنا في القناة قائمة تجريل كاملة بنتكلم فيها عن ربح من منصة. اعمل لك الفيديو ويلا نبدأ الشرح. اهلا بيكو شباب دلوقتي حسابك جاهز انت انشأت الحساب والسقط الهوية فواضل بقى تعرف ازاي تقدر تعمل اداع في منصة او تشحي منصة عن طريق كاش. لما بتفتح الحساب بيكون قدامك بالوجهة اللي انت شايفها دي. عايز بقى ابدأ اعمل اداع عن طريق كاش من خلال خاصية هعمل قدامكم تجربة كاملة. هفتح المحفظة من تحت ادي المحفظة يا شباب. دي المحفظة اللي انت هتفتحها. هدوس عليها كده. بيفتح قدامك المحفظة طبعا ده بيكون قدامك. بيبقى سفر انت محفظتك مش عليها اي حاجة. وعايز تبدأ تعمل فيها اداع عن طريق. مبدأيا كده انت لازم تخش على التمويل. يعني التمويل ده اللي بتستخدمه لما تيجي تعمل اداع وسحب عن طريق. اما الفوري اللي هو ده يا شباب الفوري ده لما بتستخدم الاموال في التداول اللي انت تشتري وتبيع العملات. لكن احنا دلوقتي هنتكلم عن التمويل. تمام? تمام. ندخل كده على التمويل. هتلاقوا ان انا عندي سفر في التمويل. ما عنديش ولا دولار في حسابي على وعايز ابدأ اضيف فلوس في حسابي على كل اللي انا هعمله دلوقتي هلاقي عندي تحت فيه التمويل شخص لشخص. هي دي اللي انا هستخدمها. اللي هي لو انت المنصة بتعتك بالانجليزي. هبدأ ادخل عليها كده. قوي قوي قوي. فتح قدامي الصفحة اللي انا شايفها دي. هتلاقي فوق عندك حاجة هنا اسمها اللي هي دي يا شباب. دي معناها العملة اللي انت بتتعامل بيها. حسب البلد بتاعتك. يعني انت دلوقتي هتدفع عن طريق فضافون كاش. يعني هتدفع بالجنيه المصري. يبقى لازم تستخدم اللي هو الجنيه المصري. لو انت مسلا في السعودية وعايز تشحن عن طريق اي محفظة اه عندكم في السعودية مسلا زي زين كاش. يبقى برضو من خلال المكان ده بتختار عملة الريال السعودي. عندي بقى هنا شراء وبيع. لما عاوز اعمل اداع يبقى هاجي عند كلمة شراء. انا عايز اشتري لو عايز اعمل بيع يبقى بروح عند البيع. لو انا عايز اسحب بقى الفلوس بتاعتي لفضافون كاش. عملت تداول واكسبت وعايز اسحب فلوسي عن طريق فضافون كاش يبقى يجي عند البيع وبيع الرصيد بتاعي من الدولار. انا دلوقتي هعمل معاك عملية شراء وعملية بيع. اول حاجة لازم تعملها هتختار من هنا طريقة الدفع. طريقة الدفع انت عايز تدفع بايه? بنك مصر ولا فضافون كاش ولا انستا بيه وزي بقيت لكم ان شاء الله هعمل لكم انستا بيه في الفيديو الجاي. ولا بنك الاهلي انا هختار فضافون كاش وادوس على تأكيد. تمام تمام. نيجي بقى عند المبلغ. انت المبلغ اللي عايز تدفعه كاب. هدوس كده على المبلغ. وهبدأ من هنا اكتب المبلغ اللي انا عايز اشتري به. انا مسلا معي خمسمية جنيه وعايز اشتري بيهم دولار. فهكتب خمسمية جنيه. وادوس على كلمة تأكيد. جاب لي ايه? جاب لي التاجر او التجار اللي من خلالهم اقدر ادفع الخمسمية جنيه. كحد ابنى ليهم يعني مسلا الخمسمية جنيه اقدر استخدمها معاهم. لو بصيت مسلا على التاجر الاول ده ده اسم التاجر ده عدد الطلبات اللي هو عملها. ده السعر اللي هو شغال به. وعندك هنا الحد بتاعه. اقل حاجة تسعين جنيه واكتر حاجة اربع تلاف وخمسمية جنيه. يبقى هنا التاجر ده اقدر استخدم معاه الخمسمية جنيه. يعني يقدر يقبل بالخمسمية جنيه. وعند تاجر تحت برضه هنا خمسمية جنيه. خلي بالك هو بيرتبها لك من الاقل سعر للاعلى سعر بناء على اختياراتك. انت اخترت طريقة الدفع في دفون كاش واخترت المبلغ اللي هو الخمسمية جنيه اللي انت هتدفعه. وهنا عندك العمل انت هتشتريه. يبقى انا مسلا اختار اول تاجر وبتأكد من عدد الطلبات اللي هو عملها ونسبة اكتمال الطلبات والمدة والكلام ده كله. هدوس كده على شراء. فتح معي الصفحة اللي انت شايفها دي. بتكتب هنا المبلغ اللي انت هتدفعه اللي هما مسلا الى خمسمية جنيه. هكتب كده خمسمية جنيه. ده المبلغ اللي انا هدفعه. وبيقول لي مقابل الخمسمية جنيه دول هتاخد تسعة دولار تمانية وتسعين سنت. يعني طيبا عشرة دولار. عايز تزود مسلا تيجي هنا وتكتب مسلا خمسمية وخمسة. بحيس يجي لك عشرة دولار صافي اهو. يبقى انا كده هيجي لي عشرة دولار صافي. بعد كده حدد طريقة الدفع. اللي هو المكان ده يا شباب. الطريقة اللي انت هتدفع بها الفلوس للباعة. هفتح كده هتلاقي كل دي الطرق اللي بيستخدمها التاجر لاستلام الاموال. وانت عايز الطريقة دي. يبقى احنا دلوقت هنستخدم كاش. هدوس كده على كاش. كويس قوي. يبقى انا هدفع خمسمية وخمسة جنيه عن طريق للتاجر ده. وهستلم منه المبلغ ده. عشر دولار بوينت تمانية. وبعد كده هدوس على وضع الطلب اللي هو ده يا شباب. وادوس على وضع الطلب. ممتاز جدا. كده انا فتحت الطلب. ولو انت دست على عرض التفاصيل الدفع بيزهر لك رقم اللي انت المفروض تبعت عليه. لدوسنا كده عليها. اهو بتلاقي رقم اللي انت المفروض بتبعت عليه. لكن طبعا انا خافي الرقم. وبعد ما بتحول بتدوس على تم التحويل. اخطر الباعة. وقدامي ربع ساعة اهو. تم ربع ساعة ابعد فيهم الفلوس للراجل. تمام? تمام. دكتور تايجر خمسمية وخمسة. شايف العلامة الصفرة دي? اهي. العلامة دي. هتدوس عليها كده. هتلاقيه فتح محادسة ما بينك وما بين التاجر. وتبدأ تكتب له هنا. من فضلك اهو. من فضلك ارسل رقم كاش. وتدوس ارسال. انا دايما بعمل المعاملة دي. هم في معظم الاوقات بيسيبوا البيانات بتاعتهم في المعلومات. لكن انا بحب اطلب منه اخر رقم هو عايزني ابعت عليه المبلغ. بحيس يبقى اثبات عليه ان هو اللي بعتلي الرقم ده. مبعتش رقم من نفسي. اهو بعتلي الرقم. طبعا انا خافي البيانات. وهبعت عليها المبلغ. دي الواحدة بقى ابعت المبلغ يا شباب. كده انا حولت المبلغ. اجيب لي رسالة تأكيد. ولو انت بتبعت من نفس التليفون بتاعها خد مسلا وانا صورها بموبايل تاني وبعتها له عن طريق علامة الزائد. انا كده بتاعة التحويل. لكنك بتبعت صورة الحد في المسنجر مسلا او الواتساب. بعد ما حولنا يا شباب وتم التحويل ببدأ ارجع كده وادوس على عرض تفاصيل الدفع وادوس تم التحويل اخطر الباقع. كده انت بتأكد للباقع ان انت حولت المبلغ. حتى بديك اهو تلتاشر ديئة. يبقى انت كده خلاص حولت المبلغ للباقع عشان هو يعمل تحرير للمبلغ. لازم انك تضغط تم التحويل. عشان هو يعرف يحرر الفلوس. ندخل على الرسال كده مرة تانية. هتلاقي مكتوب لك هنا ان انت اخترت بالباقع انه تم التحويل والباقع بيتأكد وبعد كده بيعمل تحرير للمبلغ. بص اللي حصل هنا ايه? قال لي تم استلام عملية الدفع الخاصة بك سيتم رساله الاصر الى حسابك. يعني كده بالفعل التاجر حرر المبلغ. يبقى انا ارجع كده بقى قافل دي هنا. هلاقي المبلغ بالفعل اهو يا شباب المعاملة تمت وكتب لي اودعتها في محفظة التمويل الخاصة بك عشرة دولار بوينت تمانية. وادوس على ايجابي طبعا قد الراجل تقييم ان انا بقيبه ان هو عمل المعاملة بشكل سليم واترك تعليق وادوس على ترك تعليق. حلو جدا. ابدأ ارجع كده مرة كمان عشان ارجع للمحفظة بتاعتي. انا هنا ما فيش ما فيش حاجة سفره اعمل كده قاعدة التحميل. اللي حصل ظهر بالفعل العشرة دولار بوينت تمانية سنت. يبقى انا كده قدرت اعمل عملية اداعة صحيحة في محفظتي على واللي بيضمن المعاملة دي هي منصة. ولو حصل اي مشكلة ما بينك وما بين الباقع بتضغط على كلمة المساعدة بتقدر تطلب طلب تحكيم. ان يحكم ما بينك وما بينه. انت بتبعت صورة الاداع وبييجي حد من دعم يقول لك ان او بيتأكد ان انت اودعت الفلوس وحقك بيرجعلك. ولو اجيتك اي مشكلة طبعا هتسبها لي في التعليقات. كده خلاص عملنا عملية صحيحة. واشترينا الفلوس او وبقى عندنا على منصة. دلوقتي بقى على غرفك ازاي هتسحب الفلوس من منصة الى فودافون كاش. انت بس عملت تداول وكسبت انت سحبت فلوسك من المواقعة تانية زي اللي احنا بنشرحها مع القناة وسحبتها على عايز بقى تسلم الفلوس دي اللي ايدك انت. عايز تسحبها على فودافون كاش. نعمل الموضوع ده ازاي? هقول لك ازاي? هندوس كده على المحفظة اللي هو المكان ده يا شباب. ندوس عليه كده. وبعد كده لازم تكون في التمويل. زي ما قلت لكم التمويل ده مخصص للبي تو بي للسحب والايداع عن طريق شخص الشخص. اما الفوري فده مخصص للتداول. ده مخصص لعمليات التداول. تمام? تمام. انا هزر الارصدة كده. هلاقي معي عشرة دولار. انا عايزة اسحب العشرة دولار دي من الى فودافون كاش. ارجحها على فودافون كاش. تمام? تمام. اعمل ده ازاي? زي ما قلت لك كده انت بتستخدم من شخص الشخص. تمام? تمام. هدخل كده على شخص الشخص. تمام? تمام. فعملية الشغلة احنا كنا شغالين في شراء. انا عايزة اشتري اليو اس دي تي. وبأكد عليك لازم تكون العملة هنا بالجنيه المصري اللي انت هتتعمل بيها لان انت في مصر. وحسب الدولة اللي انت فيها بتختار العملة بتاعتك. يمكن انا المرة دي هستخدم البيع مش الشراء. فهدوس كده على بيع. قبل ما دوس على بيع بقى وخش على اي تاجر لازم بحدد حاكتين زي ما قلت لك. قلقة الدفع والمبلغ اللي انت هتبيعهم. هخش كده على الدفع واختار. وادوس على تاكيد. واخش على المبلغ وهكتب ربعمائة جنيه. يبقى انا عايز ربعمائة جنيه. وادوس على تاكيد. او انت مثلا هتبيع العشرة دولار كلهم. مفيش مشكلة هشوف مسلا العشرة دولار بيساوي ربعمائة وتسعين. خشاً مبلغ وتخليهم مسلا ٤٠ٰ آه. ٤� rehabilitation وتسعين. وتدس على تاكيد. تمام? يبقى هو كده هيجيب لك البائعين او التجار اللي متاح عندهم ان انت تبيع المبلغ بتاعك ده بالجنيه المصري. لهم ربعمائة وتسعين جنيه. طيب قبل ما تدوس على كلمة البائع وتخش على التاجر انت اصلا لازم تضيف طريقة الدفع تضيف رقم فودافون كاش اللي البائع او الشارع بقى هيبعت لك الفلوس عليه اللي هياخد منك لازم انت تحدد الرقم من فودافون كاش وتكتبه للبائع اللي هيبعت لك الفلوس عليه او هيبعت لك الفلوس عليه. هتعمل ده ازاي? عندك هنا حاجة اسمها الملف الشخصي. الملف الشخصي ده اللي بتحط فيه اسمك وبتحط البيانات اللي انت بتستقبل عليها. سواء او فودافون كاش. فانا هخش على الملف الشخصي وفي الملف الشخصي بعد كده هتختار طريقة الدفع. اهي طريقة الدفع. طريقة الدفع اللي انت هتستقبل عليها المبلغ بتاعك. هتدوس كده على طريقة الدفع. طبعا انت كاوي مرة هتلاقي كل اللي موجود قدامك دفع دي. مفروش اي حاجة. فهتدوس من تحت على طريقة الدفع دي. اضغط في الطريق الدفع. خواس اوي. منها بقى بتبدأ تختار طرق الدفع اللي انت شايفها. فودافون كاش ولا تحويل مصرفي ولا هتلاقي طرق كتير جدا. فانت هتقوم نختار فودافون كاش. ندوس كده عليها. وكاتب لك هنا اختيارين. اسمك الكامل ورقم الفودافون كاش. هتكتب هنا اسمك وهنا رقم الفودافون كاش بتاعك محفظتك وتدوس على تأكيد. وبتأكد رقم المحفظة اللي هيوصل لك عليها الفلوس من المشتري. تمام يا شباب? تمام. نرجع كده لصفحة البيع من هنا هختار فودافون كاش والمبلغ هكتب ربعمية وتسعين. تمام? وادوس على تأكيد. عشان بس يجيب لك الناس اللي متبيع المبلغ ده او في حدود المبلغ ده. كويس جدا. طبعا زي ما قلت لك انت بتبص على التاجر وبتشوف آآ نسبة الاكتمال بتاعته وبتشوف عدل الطلبات اللي هو عملها عشان تتأكد من ثقة التاجر ده. وهدوس على كمة بيع. عايز تبيع قد ايه بقى? انا معي عشرة دولار. فهدوس على الكل. انا عايز ابيع كل المبلغ اللي هما العشرة دولار. وحدد طريقة الدفع. اللي قال فهدوس من هنا. لو انت بقى اضيف اكتر من طريقة مسلا فانت هدف اكتر من طريقة. فانت لو اضيف اكتر من طريقة هدوس على حد الطريقة الدفع اللي هي دي يا شباب. حد الطريقة الدفع اللي هي دي. هدوس كده عليها. واختار بقى اللي انا عاملها. هدوس كده على رقم اللي فلافون كاش اللي انا عايزه. كويس جدا. يبدأ كده اخترت طريقة الدفع واخترت المبلغ هدوس بقى على وضع الطلب اللي هي دي. هدوس عليها كده. وكده انا بدأت عملية الدفع. وبكتب لك ان انت وقع الاستلام في خلال تلات دقايق ومديك اجمال الوقت سبع دقايق يعني التاجر ده بيبيع بسرعة. هدخل كده على المحادسة اللي ما بيني وما بينه. المحادسة دي. وانه طبعا كتب لي رقم واتساب. طبعا انا بحذرك 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 ان انت تتعامل مع اي تاجر سواء في الشرق او في البيع على اي منصة خارجية. منصة لا تعترف الا بالتحدث على الشات اللي موجود قدامك هنا. اي حوار تاني هيحصل برا الشات ده. فمنصة غير مسؤولة عنه. عشان تحمي حقك. انا كل اللي هعمله دوقتي هكتب له هنا في انتظارك. نفس الرقم المسجل على الحساب. فهو كده المفروض هيبعات لي على الربعمية واحد وتسين عشر دولار اهو الربعمية واحد وتسعين. فانا منتظر تيجي على محفظتي الربعمية واحد وتسعين عشان احرر المبلغ. انه تم تحويل المبلغ. انت ما تعملش اي حاجة وتحرر المبلغ الا لما تتأكد ان الفلوس وصلت لك على طبعا اتأكد ازاي هارجع كده اهو شايفين ما تدس على كلمة تم تلق الدفع دي الا لما تتأكد ان فلوسك وصلت على المحفظة. فتراجع محفظتك على كاش. وتشوف هل الرصيد وصل ولا لأ. انا بالفعل كده شباب بالنسبة لي المبلغ وصل على محفظة. رجعت المحفظة. وبالفعل تم استلام المبلغ. اعمل ايه بقى? هدوس على تم تلق الدفع اللي هي دي. هدوس عليها كده. هتلاقي زهر عندك اختيارين. لم اتلقى الدفع ولا قط حققتها من استلام المبلغ. اول الاختيار بتقول فيه ان انت ما استلامتش الفلوس على الرغم ان التاجر بيقول ان هو بعد. فانت لو فعلا ما استلامتش هتختار الاختيار الاول وتخش طالب تحكيم وبايننس بتحقق في الموضوع في الشاتمة بينكم. لكن لو انت استلامت المبلغ هتدوس على الاختيار التالي لقد تحققت من استلام المبلغ. ودوس كده على تأكيد. تأكيد التحرير. وتعامل طبعا التأكيد عن طريق منصة اللي هو بتأكد فيه ان انت استلامت المبلغ او بتدخل فيك كلمة السر بتاعت الحساب البصمة بتاعت التليفون عشان تأكد العملية دي. وكده بالفعل تم البيع بنجاح. هو خد العشرة دولار وانت خدت المبلغ بتاعك. او تم عملية البيع بنجاح طبعا ما تدرني لده تقييم ايجابي. على كده اترك تعليقا مجهولا. وكتب اي كمية انت عايزهم. ما تسريع تهزيب وود مش عارف ايه. كل دي حاجات كويسة للتاجر وليك انت كمان. وبتدوس على اترك تعليق. بس شكرا كده خلاص انت عملت المعاملة بتاعتك. نرجع كده. العشرة دولار اهي. لو عملنا قادة التحميل. هتلاقي العشرة دولار اختفت. ليه? لان انت خلاص بيعتها واستلمت الفلوس بتاعتك على فودافون كاش بالجنيه المصري. وهي دي الطريقة السليمة لسحب الارباح من باينانس. اتمنى اكون نفتلكوا في حلقة النهاردة. شكرا ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة